توجيه مفاجئ من بشار الاسد لارجاء عرض فيلم دم الناخل الدعاية الضخمة والماكينة الاعلامية الضخمة للترويج بحضور بشار والغناء لبشار بعيد ميلاده لم يحل دون ارجاء فيلم نجدة انزور للتعديل عليه بيان المؤسسة العامة للسينما بالاشتراك مع انزور كان واضحا فتأجيل العرض الجماهيري للفيلم جاء بعد ملاحظات من الاسد وعائلته الانتقادات الاشد للفيلم جاءت من ابناء الطائفة الدرزية بعد اظهار انزور العسكري الدرزي كجبان ومتخاذل اما العسكري العلوي بطل مقدام ومغوار احداث الفيلم تدور حول المعركة التي سيطرت بها داعش على تادمر تسليط الضوء على بطولات مدير اثار تادمر خالد الاحمد الذي اعدمته داعش كان الهدف مؤسسة السينما وانزور اكد في بيانهما عزبهما مراجعة الفيلم بشكل كامل فهل ستظهر باقي الطوائف بنفس بطولة العلويين بالنسخة المعدلة؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر